فجاء قرار المجلس التنفيذي بإعلاء الإدراب العام في كل لبنان في كل المناطق وكل القطاعات يوم 27 كانون الأول 2011 في الشكل هي دعوة محقة إنما في المضمون في المشهد السياسي الذي ظهر في مجلس الوزراء أخيرا والانقلاب على طرح الوزير شرب النحاس يظهر أن الدعوة تمت بخلفية سياسية خصوصا في ظل الدعوة إلى الإدراب الذي دعت إليه هيئة التنصيق النقبية الخميس المقبل فما كان من الاتحاد العملي العام إلا أن أثبت أن دعوته إلى الإدراب العام بحد ذاتها في توقيتها ومضمونها هروب إلى الأمام ولعدم تنفيذ الإدراب خصوصا أن القرار من الآن وإلى موعد الإدراب يكون قد تخذ في مجلس الوزراء الحكومة أنه هي صحبة قرار بهذا الموضوع وبإيدها قرار كنا نتوقع أن الحكومة بزل الخلاف فيما بينها خاصة أنه كان فيه اختلاف سياسي وبيّن الخلاف بمكونات الحكومة وتركبتها أنه فيه خلاف بين مشروعا بأد موزير العمل وقرار سابق بالآخر فيه قرار من الحكومة كان حريب الحكومة أنه ما تناقش ولا قرار ولا مشروع خاصة وأنه سبقوا اتخذت قرار بموضوع التصحيح كل اللي كان علي أن تعاملوا تصحيح وفقا للأنون الاتحاد وكما بات معلوما هو جزء من الصفقة التي طرحها رئيس الحكومة ناجيب ميقاطي على طاولة مجلس الوزراء بحسب ما أكدت مصادر هيئة التنسيق النقبية لتلفزيون القوات ودعوته إلى الإضراب للحفاظ على ماء الوجه خصوصا أن هناك حديثا عن أن الالتفاف على مشروع الوزير نحاس جاء بتغطية من الرئيس نبيه برري بحسب المصادر لتمرير مشروع ميقاطي وبالتالي موقف حزب الله داخل الحكومة المؤيد للقرار وخارج الحكومة المعارض للقرار خير دليل على ذلك مش هذا سلوك الاتحاد العمال العام وإذا كان بدي يسلك الموضوع لأنني ما بيسلكه وبيترك الجانب النقابة النضال النقابة والعمل النقابي وطريقة الرفض الطبيعي للعمال وخاصة هي الإضراب والتظاهر وكل هذه الأمور في المقابل هيئة التنسيق النقبية مستمرة بالإضراب الخميس الذي سيشمل المدارس الخاصة والرسمية والموظفين ويشارك فيه الطلاب من دون أي خلفية سياسية تقوضهم وباتت مسألة الأجور تستحق لقب فضيحة الأجور التي أظهرت بشكل لا يقبل الشك خضوع هذه الحكومة بكل مكوناتها من القاعدة إلى رأس الهرم لتواجهات وسياسات حزب السلاح ترجمة نانسي قنقر